عن الذين الشرعي للنساء هل هو الحجاب والخمار معاً أم كل على خذر نردو السودين يحبباكم الله خيراً الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأحاديه وعلى آله وأتناهي وبعد ذين الذين الشرعي للنساء هو استافد هو استافد لجميع جتنها على نجال الذين ليسوا من محارمين بماذا ذلك الثوب الضاثي والخمار الذي يستر رأسها ووجهها ومن دولة أنزلي الشرعي للنساء هو السكر الكامل لرأسها ولسائل جدنها وأطرافها وأن يكون هذا الساسب ليس فيه زينة ليس فيه زينة تجلب لها الأنظار وتسكن الرجال لها إذا حرجت له من بيتها وأن لا تستحب معها طيبا في كيابها أو في جدنها إذا حرجت لأن كل هذه الأغور من دواعي سكنها تقرض المرأة من بيتها متسكرة لجميع جدها في كياب ليس فيها زينة وشهرة وتكون متجنبة بالتعطر والروائح التي تفصل الناس بها وكذلك إذا فالت في بيتها وبحضرة لجال ليس محال لها فإنها أيضا تنتجن بهذه الآباب السرعية تجلبا للفترة المرأة المسلمة أمرها الله سبحانه وتعالى بفتر الكامل يضربنا بخمولينا على جيدهنا فَلَا يُدِّينَ جِينَتَهُنَّ إِلَّا مَرْضَارَ لِنَّا وَلَا يُدِّينَ جِينَتَهُنَّ إِلَّا مِدْعُونَتِهُنَّا إلى آخر الآية وفي انتتفالها يقول جل وعلا ولا يضربنا لرجلهن ليعلن ما يخطينا من زينتهن فكل ما يدعو إلى الاختفال بالمرأة من زينة الحلي أو زينة السياد أو صيد الرائحة أو انتشاف شيء من بدلها كل ذلك لما حرمه الله سبحانه وتعالى على المرأة المسلمة وأوجد عليها تكلّد كل يثير الفتلة ويقرر أنظار الرجال إليها كما يتلها وحين يتمل مبتلع الإسلام في سجد إليه الفتلة والشرور التي توجد في المبتلعات الأخرى جزاكم الله خيرا وأحسنى إليكم